اكدت صاحبة السموى الملكي الامير سبيك ابنة ابراهيم الخليفة قرينة عاهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله اكدت لدى افتتاحها معرض البحرين الدولي للحدائق 2016 الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على اهمية استمرار الجهود الوطنية لدعم مجالات وتنويع الاستثمار في القطاع الزراعي في مملكة البحرين وابراز نتائجها وعوائلها الايجابية على الاقتصاد الوطني في ظل المبادرات والمشاريع النوعية التي تطلقها الدولة لمواجهة واستيعاب الانخفاض الذي تشهده اسعار النفطة واتاحة الاخيارات المناسبة لتنويع مصادر الدخل الذي يأتي الاستثمار الزراعي كأحد مجالاتها الاساسية بالنظر الى القيمة المضافة العالية والتي تحققها التنمية الزراعية وتأثيراتها الايجابية على التنمية الوطنية الشاملة ونوهت سموها حفظه الله باهتمام وحرص صاحب الجلال عاهد البلاد المفد حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة فيما يتعلق بتحقيق اوجه الامن الغذائي لمملكة البحرين معتبرة سموها أن ما تقوم به المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من جهود يأتي في المقام الاول لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 وللإسهام في خلق التوازن المطلوب لتوفير المنتجات الزراعية لتغطية طلبات السوق المحلي من جهة والتصدير الاسواق الخارجية من جهة اخرى مثمنة في الوقت ذاته ما تقدمه مختلف القطاعات المعنية بالزراعة في مملكة البحرين من دعم وترويج للمنتج البحريني في منافذ البيع المختلفة وبينت قرينة عهل البلد المفدى أن ما قامت به المبادرة الوطنية من جهود لمراجعة ودراسات مؤثرة ومؤشرات والمتغيرات البيئية الزراعية بالمملكة يؤكد امكانية أن تصبح البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي مشيرة تنسموها بالمبادرات التي دعمت عمل المبادرة منذ اطلاقها عام 2010 ما يظهر جدية السياسات والبرامج الوطنية النوعية والمخصصة لتطوير القطاع الزراعي والتغلب على التحديات التي تواجهه بالنظر إلى الصعوبات المناخية والجيولوجية وقد تجولت سموها في أقسم المعرض المختلفة واتطلعت عن كثب على الأجناحة المختلفة التي غلب عليها اللون الأخضر كما زارت الجناح الرئيسي لشعار المعرض هذا العام العناية بالأشجار وسلمت سموها الجوائز للفائزين في المسابقة السنوية لنادي البحرين للحدائق ويركز المعرض هذا العام على المفاهيم والمهارات الزراعية الصحيحة للعناية بالأشجار بهدف نشر المهارات الصحيحة في الزراعة وتوضيح كيفية تجنب الأخطاء الزراعية التي قد تواجه العاملين والمهتمين بالمجال إضافة للعروض التي ستقدم فيه شراحات وتطبيقات عملية حول الطرق العناية بالأشجار المثمرة والتجميلية ويشارك في المعرض الذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع كل من تمكين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو أكثر من 155 عارضا على مساحة تبلغ 7000 متر مربع كما ويشارك في معرض هذا العام عددا من الشركات من مختلف دول العالم إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول إقليمية وعربية ويعد معرض البحرين الدولي لحدائق من ضمن المعرض النوعية إقليميا ودوليا ومنصة ترويج عالمية لأحدث التطبيقات الزراعية والتجارب العلمية الناجحة التي تقدمها المشاركات المحلية من مختلف دول العالم وفي مجالته الزراعية وتجميل الحدائق والاهتمام بالمساحات الخضراء إذ بات هذا المعرض يشكل ملتقا سنويا لجميع المهتمين والمعنيين بالشأن الزراعي كما ويعتبر المعرض فرصة للتعريف بأهداف ومخرجات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية التي دشنتها صاحبة السمواء الملكية الأمير سبيك ابن إبراهيم الخليفة في شهر مارس من عام 2010 وتأتي ضمن اهتمامات سموها بأهمية توحيد الجهود الوطنية والتنسيق فيما بينها من أجل النهوض بأوجه التنمية الزراعية والاستفادة من مخرجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ترجمة نانسي قنقر إيمان صاحبة السمو الملكي الأمير سبيك ابن إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأهمية التنمية في القطاع الزراعي واهتمامها بنجاح تنفيذ أهداف المبادرة الوطنية لهذا القطاع كان وراء النجاح المضطرد الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق هذا المعرض الذي جاء تحت شعار الاعتناء بالأشجار اليوم فيما أردنا هناك تركيز كبير على عملية العناية بالأشجار كشعار لهذا العام لكن عموما الثقافة الزراعية نحاول أن ننشرها من خلال كافة المواضيع التي يمكن أن أرضها لأنها فرصة تحقيق أهداف التنمية الزراعية ونشر المفاهيم الصحيحة لن تأتي إلا بتضافر كافة الجهود كل في موقعه نحن في وزارة التربية والتعليم نشارك بعمل متميز لأكثر من 61 مدرسة واليوم أصبحت الزراعة تشكل منظومها داخل وزارة التربية والتعليم باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في النهوض بالبيئة المدرسية حكومة المؤقرة يعني وافقت لوزارة الطاقة بإنشاء وحدة للطاقة المستدامة تركز على الطاقة النظيفة وكيفية المحافظة على الطاقة وكل هذه تصب في يعني كيفية المحافظة على البيئة وتشوفين الشركات النفطية كلها فيها حدائق وفيها أمور لتبين أنه فيه توجه للمحافظة على البيئة الوزارة المتمثلة في شؤون الزراعة لديها الكثير من المبادرات اللي قد يكون من أهمها اليوم مشروع أو مبادرة الحاضينات الزراعية اللي هي تساعد أو تشجع الشباب البحريني على أن تطرق باب جديد أو باب متجدد اللي هو في القطاع الزراعي هذه نقلة نوعية للمملكة البحرين سواء من ناحية البيئة أو من ناحية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بدأت تطلع عندنا مشاريع في البحرين اللي تنتج منتجات غذائية أو سمكية وإحنا كبرنامج في الحكومة ندعم هذه الصناعات وهذه التوجهات في كل ركن من أركان المعرض نجد مبادرة تدعم أهداف المعرض وتنشر مفاهيمه والوعي بأهمية التنمية الزراعية قد أصبح ملموسا نحن شركاء مع هذه المبادرة المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية في مملكة البحرين بتوجيهات صاحبة سمو الأميرة سبيكا وفي هذه المعرض بدأنا بادرنا في تسويق منتج جديد صناعة الأسمدة السماد خاص للنخيل شاركنا بمشروع اللي هو عمل حديقة صديقة للبيئة وهذه كحديقة لأول مرة تقوم في مملكة البحرين مشاركتنا هنا من أجل أن نوصل الأفكار اللي عندنا إلى المزارعين وإلى المجتمع أيضا فأنه كيف ممكن نحافظ على البيئة وكيف ممكن تخليها البيئة نظيفة الزراعات مثلنا ويلة هي من دون الزراعة مقم في أكل ومقم في أكسجين أو حياء المعرض سيفتح أبوابه خلال اليومين القادمين للزوار ليكون منصة لكل من يهتم بهذا القطاع من جهة ومن جهة أخرى فهو يعرض للهواء كل ما يحتاجونه من مستلزمات زراعية المعرض هذا العام حرس أن يكون منصة للتثقيف الزراعي إيمانا من القائمين عليه بأهمية الاستفادة من التنمية الزراعية بجميع مخرجاتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية